نظريات التنمية وتطوير الذات نظرية التدعيم نظرية الأهداف نظرية التوقعات نظرية التدعيم إذا أتم الفرد عملاً فإنه يتوقع رد فعل أو تغذية مرتدة من الآخرين فإذا كان رد الفعل إيجابياً فإن الفرد يميل إلى تكرار الفعل بصورة مماثلة وإلى تطويره نحو الأفضل حسب مدى رد الفعل أما إذا كان رد الفعل سلبياً فربما يؤدي هذا إلى التوقف والامتناع عن الفعل نظرية الأهداف يعد الهدف المحفز الأكبر للفرد وأما التغذية المرتدة فتقو الحافز وتساعده على الاستمرار وإن من أهم العوامل لزيادة تأثير الهدف حافزاً الاقتناع والالتزام بالهدف والاقتناع بالقدرة على القيام به وتحقيقه نظرية التوقعات إن الفرد يبذل الجهد متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى تطوير ذاته وصولاً إلى تحسين أدائه أو سلوكه فإذا تحسن أداؤه أو سلوكه فإنه يتوقع أن يتم تقديره وإذا تم تقديره فإنه يتوقع أن يشبع هذا التقدير ذاته حاجاته ورغباته وأماله وتطلعاته وطموحاته ترجمة نانسي قنقر